وصلواته وسلامه على نبيه وحبيبه وعبده المنتخب خير من صبر وصابر وخير من بقي وذهب نبينا محمد الأواب وعلى الآل والأصحاب والتابعين لهم بأحسان إلى يوم المآب أما بعد فيا أيها المسلمون علموا يرعاكم الله أنه لا يختلف إثنان على أن للصبر على الابتلاءات فضائل عديدة كثيرة فقد جاءت متظافرة متكاثرة من الكتاب والسنة وحياة السلف الأمة عليهم من الله سحائب الوحمة معاشر المسلمين الصبر في مفهومه هو حبس النفس على المكاره والابتلاءات مفهومها هو ما يبتل المرء به من فقد شيء محبوب من مال أو ولد أو زوج أو عافية أو شيء مما ينتفع المرء به ومن الآيات القرآنية الكريمة التي تحض على الصبر قوله تعالى في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال تعالى في سورة الزمر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وقال تعالى في سورة الحج وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم وقال تعالى في سورة لقمان في وصية لقمان لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من أذم الأمور ومن الثنة النبوية الشريفة المضحرة فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه في الهاديث القدسي قال صلى الله عليه وسلم يقول الله سبحانه وتعالى إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة وقال نبينا صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك إلا للمؤمن إن أصابته ضراء الصبر فكان خير الله وإن أصابته الثراء الشكر فكان خير الله إخوة الإيمان إن للصبر ألوان وألوان وألوان ومنه الصبر على أقبات الدعوة قال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم واصبر على ما يقولون واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا في صورة المزمل وقال تعالى لنبيه أيضا اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب في صورة داود أو في صورة صاد وقال تعالى فاصبر كما صبر أولي الأزم من الرسل في صورة الأحقاب وقال تعالى أيضا فاصبر كما صبر أولي الأزم من الرسل ومنه أيضا أيها إخوة الكرام الصبر على قبح الزوج مع كبر سنه من امرأة جميلة شابة فقالت له لعله رزق مثلي فشكر وأنا رزقت مثله فصبرت والصبور والشكور من أهل الجنة أفلا أرضى بما قسمه الله لي ومنه يعني ومن ألوان الصبر الصبر على آلام الجسد وقد أخرج الإمام البخاري ومسلم من هديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أريك امرأة من أهل الجنة ألا أريك امرأة من أهل الجنة فقلت بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وآله وسلم المرأة السوداء ومن هذا الحديث قالت إني أسرع وإني أتكشف فادعوا الله لي فقال صلى الله عليه وسلم إن شئت صبرت وليك لجنة فقالت صبرت فادعوا الله ألا أتكشف رضي الله عنها وأرضاها ومن ألوان الصبر أيها الإخوة الكرام الصبر على أذى الناس الصبر على أذى الناس فقد أخرج الإمام أحمد في المسد والمخاري في المفرد والترميذي وابن ماجا في سننهما وصححه الإمام الألباني في الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم أمة الإسلام ما هي الثمرات والفوائد التي نجنيها رطبة رطبة يانعة عندما نركب مطية الصبر لشك أن للصبر ثمرات نضيجة لذيذة وفوائد جليلة شريفة كثيرة منها الصبر يورث لصاحبه الفوز بالجنة الصبر يورث لصاحبه الفوز بالجنة ويأغلى ما نتمنى اللهم إنا نسألك للجنة قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب والصبر يحقق لصاحبه معية الله ومن كان الله معه فلا يضل ولا يشقى قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين الصبر دليل على قوة الإيمان الصبر دليل على قوة الإيمان كما أخرج الإمام أحمد في المثت قال صلى الله عليه وسلم أشب الناس بلاءً الأنبياء ثم الأنبياء ثم الأنبياء يبتل الرجل على قدر دينه فإن كان صلباً في دينه اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه صلى الله عليه وسلم الصبر ضياء يهدي صاحبه إلى صراط المستقيم الصبر ضياء يهدي صاحبه إلى صراط المستقيم فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وآله وسلم الطهور شطر الإيمان الطهور شطر الإيمان ومنه الذكر صلى الله عليه وسلم فقال الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء صلى الله عليه وآله وسلم معاشر المسلمين وعلى الجملة الصبر خير كله الصبر خير كله ولا توجد فضيلة إلا وصبر دعمتها فما من إنسان وصل إلى غايته وهدفه إلا بالصبر وما من رئيس وصل إلى منصبه إلا بالصبر لو لا فضيلة الصبر لو لا فضيلة الصبر ما كان أبوة ولا أمومة وما أقيمت أثره ولا نشأت جماعة ولا كان للإنسانية وجود ولا للحيوانية والطيور حياة والتاريخ لم يعرف ملكا عظيما ولا عالما كبيرا إلا والصبر من أبرز صفاته لأن الصبر هو أساس هذه الحياة من مبدئها إذ هو سر النجاح الأفراد في واجباتهم ووصولهم إلى آمالهم وغاياتهم ومن أجل هذا جاء الله أنبياءه جاء الله أنبياءه ويتحلون به وأمر نبيه محمد وأمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في عديد كثير من الآيات بقوله فاصبر في عديد كثير من الآيات القرآنية الكريمة وحياة سلفنا الصالح مليئة بالصبر على الابتلاءات ولسيا ما نهن في هذا الزمان ولكن لن نجزع وربنا ليس بعاجز وربنا ليس بعاجز أن تغير أوضاعنا في نيجيريا ليس بعاجز أن ذلك سبحانه اسبر أيها العبد اللبيب لعلك بعد الصبر كما تخيب وكل الحادثات إذا تناهت يكون وراءها فرج قريب بل الله للأخيار بيتا سماؤه هموم وأحزان وحيطانه الضر وأدخلهم فيه وأغلق بابه وقال لهم مفتاه بابكم الصبر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأصفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمد عبده ورسوله شهادة ننجو بها من عذاب الله شهادة ننجو بها من عذاب الله ونعلو بها إلى أعلى جناته أما بعد فأيو الإخوة ديكم قودياتات بطاق ألا مبوائي قاقر مسالي الأزيز ما لمن تبسيسك تيه كلمر أزيز أزيز سبحانه وتعالى واحد väldigt ميوان كوتا اللي قبه من اللرقى لم ينط 어제 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مثل عاد pending نانسي قنقر مما ترجمة نانسي قنقر إلى مشاه shinato ترجمة نانسي قنقر حتى إذا كنت ترجمة نانسي قنقر المść وراءةصل zona إنها تزاياً بعد ذلك إنها أولاداتها إنها تتحبها الحقيقة وأنها تتحبتها في السلمات وهو ما يملكه الله صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسية 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 ترجمة نانسية